انظم إلينا من موسكو دكتور أديب السيد المحلل السياسي دكتور لماذا تشكك روسيا في الإعلان الرسمي للولايات المتحدة بمقتل أبو بكر البغدادي مساء الخير هناك عدة أسباب دفعة الروس للتشكيك بالرواية الأمريكية وهي أولا أن روسيا لم تكن على علم بهذه العملية ولم يطلب منها إخلاء الأجواء فوق منطقة إدلب وثانيا أن هذه المنطقة التي وقعت فيها عملية الاغتيال كما يقول الأمريكيون تقع تحت سيطرة تركيا من جهة وجبهة النصرة من جهة ثانية وكما يقول الروس فأن جبهة النصرة تعتبر تنظيم داعش من ألد أعدائها حيث وقعت بينهم معارك دامية وجبهة النصرة كانت حريصة على تصفية جميع عناصر وقيادات داعش في المنطقة أضف إلى ذلك أن روسيا تقول أنه لم تقع أي غارات لا مساء السبت ولا في الأيام التي سبقت هذا الإعلان أي بدليل أن الروس والذين يملكون ناصية المعلومات ولديهم سيطرة كاملة تجسسيا على المنطقة لم يرصدوا أي غارات جوية أمريكية فبالتالي هذه الرواية بالحقيقة والتي وصفوها يعني الروس وصفوها بأنها عملية اغتيال دوري يعني بشيء من السخرية للبغداد بماذا تفسر إذن السلوك الأمريكي؟ هل تحاول أمريكا باستعادة دورها في المنطقة بعد الانسحاب الأخير للقواتها من مناطق دعم الأكراد؟ هل يمكن أن يكون ذلك السبب في إعلان هذه العملية؟ هناك بحقيقة عدة أهداف أولها شيء من رد الاعتبار بعد السلوك الأمريكي مع الأكراد وانسحابهم المفاجئ من شرق الفرات ما هذا من جهة؟ ومن جهة ثانية يعني إعلان ترامب عن العملية بهذا الأسلوب هو جزء من الدعاية الانتخابية وهو موجه للداخل الأمريكي أكثر مما هو موجه للخارج ويبدو أن هذه العملية ستبقى على مدار الأيام القادمة مثلا للجدل والشكوك في وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام الروسية التي ترى أنها يعني يكترفها الكثير من الغموض والروس يطالبون الجانب الأمريكي بالتقديم دلالات وأن لا يتم لفلفة الموضوع كما حدث قبل سنين مع عملية اغتيال أسامة بن لادن فهذا الموضوع سيبقى مطروحا على بساطة البحث لا سيما وأن الروس حذروا منذ أيام ومنذ مدة طويلة وأكدوا قبل أيام على أن جحاف الداعش تتجه حاليا وبمساعدة غربية إلى منطقة شرق آسيا فالروس الحقيقة لا يستبعد إمكانية ظهور بغدادي جديد في آسيا ومسطر ولكن دعنا نتحدث عن المنطقة بشكل تحديد في حال افترض من صحت مقتل أبو بكر البغدادي ما هي انعكسات هذه الخطوة على كينون التنظيم داعش هل يعني ذلك نهاية داعش كما صرح ترامب هل ستفرز قائد جديد وأين سيكون محله هذه المرة هل سيكون أيضا في المنطقة عملية اغتيال البغدادي عفوا لن تؤثر ولن تقدم ولن تؤخر على الوضع في سوريا أو في إدلب لأن موضوع إدلب سيتم حسبه في الفترة القادمة على يد القوات السورية وبمساعدة القوات الجوية الروسية هذا من جهة وسوى يعني بقي البغدادي أم غاب فهو لم يعد يؤثر كثيرا على الوضع في سوريا ولكن من المتوقع أن تظهر يعني مجموعات ربما تكون على شكل داعش أو ربما يعني يراد لها تسمية أخرى ستظهر على الأرجح في منطقة آسيا الوسطى وهي المنطقة التي توجه الآلاف من أبنائها وأقصد على وجه الخصوص كركيزيا وأوزبكستان وتجاكستان آلاف من شباب هذه المناطق توجهوا للقتال إلى جانب داعش وهم استفادوا تجربة قتالية فبالحقيقة هذه المناطق المحاذية لروسيا والتي تعتبر من مناطق النفوذ الروسي أصبحت هي الآن مستهدفة من قبل الجماعات التي تحرقها بلا شك دوائر غربية فبالتالي الروس ينتظرون بالحقيقة مثل هذا التحول في المنطقة إضافة إلى أن جماعة داعش الآن يرابطون في منطقة الحدود الشمالية في أفغانستان مع تجاكستان ولقد رسدت روسيا والقوات الحليفة لها المرابطة في المنطقة تحركات لداعش سواء بالتعاون مع جماعات محلية أو غيرها فبالتالي آسيا الوسطى ستكون هي المحول الجديد لإصراعي مع تنظيمات من شكل الداعش شكرا جزيلا لك من موسكو كنت معنا دكتور أديب السيد المحلل السياسي شكرا جزيلا لك